بعد أكثر من عام ونصف من بدء جائحة كورونا، لا يزال العلماء يجهدون لتتبع أصل الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة وهان الصينية في نهاية 2019. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم جبرييسوس في الكويت، وأكد دعم بلاده لرغبة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في التعمق بالتحقيق الذي تجريه في الصين بشأن أصل فيروس كورونا. في تغريدة عبر تويتر، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعم خطة منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسات إضافية حول أصول كوفيد-19، بما في ذلك في جمهورية الصين الشعبية لفهم الجائحة بشكل أفضل ومنع الجائحات المقبلة. ونشر بلينكن تغريدته في أعقاب الاجتماع الذي عقده فور وصوله إلى الكويت، ولم يكن مدرجاً في البرنامج العلني للزيارة. بدوره أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نات برايس أن الوزير والمدير العام نقشا فرص التعاون لمواصلة إصلاح منظمة الصحة العالمية وتقويتها. وأضاف أن بلينكن شدد على الحاجة لأن تجي المرحلة المقبلة من التحقيق بإشراف خبراء وأن تستند إلى أدلة وأن تكون شفافة وتخلو من أي تدخلات خارجية. وفي الأسبوع الأخيرة عاد الحديث في الولايات المتحدة عن إمكانية أن يكون حادث وقع في مختبر في وهان أدى إلى تسرب فيروس كورونا وهي نظرية ترفضها بكين.